ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات سلطنة عمان بنهاية يوليو الماضي بنسبة 9.3% مسجلاً أكثر من 8 ملايين و 400 ألف مسافر على متن أكثر من 63 ألف رحلة وأشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أشارت إلى أن عدد المسافرين عبر مطار مسقط الدولي بلغ أكثر من 7 ملايين ونصف المليون مسافر بارتفاع نسبته 8.9% كما سجلت أعداد المسافرين عبر مطار صلال ارتفاع بنسبة 10.3% أما عدد المسافرين عبر مطار صحار فقد بلغ 45126 مسافرة في حين بلغ عدد المسافرين عبر مطار الدقم 34788 مسافرة شكراً لكم